الفقرة التانية المهمة جداً لليلناس كتير فيه ستات كتير جداً 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 عايزين يحافظوا على بيوتهم بعطولي إزاي نتعامل مع الحمى القاسية؟ الحمى الصعبة في إيه يا جماعة؟ ده موضوع فيه ناس كتيرة 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 في مصر ومحاكم وغيره وغيره بسبب الحمى تم تدمير المنزل هنتكلم بسرعة عن فكرة الحمى دلوقتي إحنا عايزين نوضح حاجة جميلة جداً فإسأل مع دكتور نورة في هذه الفقرة التعامل مع الحمى القاسية هي بتبقى ليه كده؟ طب هي بتختار مين من ولادها؟ هي مخلفة مثلاً أربعة خمسة تبارك الله شباب في حد أو اتنين هي بتختارهم بتشتغل عليهم ده بتدمر حياتهم مين هم؟ الطيبين الجمال اللي عندهم رحمة اللي بيحبوا زوجاتهم اللي بيقدروا الستة اللي معاهم يعني ناس طيبة القلب أما النوع القاسي ما يلزمهاش تيجي واحدة تتجاوزوا يا والله يشيلي عني شوية يا ما شلت ده السيكولوجية في حاجة أعمق من الكلام ده كله اللي هي باختصار الحمى دي في يوم يعني أو في وقت من حياتها قضت حياتها تربي راجل تربي واحد يعني عشان واحدة تيجي تاخده على الجاهز طب هي محتاجة العمر الأول اللي هي قدمتهوله ده يتقدم لها لما تكبر في السن الحنان بقى بتاع طيب القلب احنا قلنا القاسي مالهاش زعوة بيه مع نفسه يعني بركة ان خدته واتجاوزته ومش عارفة ايه البنت دي البنت دي مسكينة انا كده كده اصلا ده قاسي لأ انا عايزة حد حنين فقد تبتدي تشتغل بقى طيب عايزين نعرف حاجة بس قبل ما ندخل في التفاصيل في حاجة يا جماعة مهمة جدا ما تراه على الشاشة يتم نمزجته نمزجة الشيء يعني بقلده بقلد الشيء بقلده يعني ايه لو جينا نشوف الحموات الفاتنات وده فيلم عظيم جدا لماري مونيب ويمكن ميمي شكيب معاها انا مش متذكرة بالظبط ولكن البنت اي حد داخل البنت او استت او كده عندها تحفز قراهية مسبقة لشخصية الحمى من الافلام فهي متحفزة وقفة تعالي بقى انا كده لقى بقى ده انا كده فتيجي الحمى كمان شايفة ميمي شكيب على الشاشة وشايفة ماري مونيب تبتدي تتقمس وتنمزج هذه الشخصية طيب الفنانة الرحلة فاتن حمامة قالت جملة شهيرة جدا انه ما تراه على الشاشة زي ما نلسه اي لا يتم نمزجته اذا ده مش كلامي ده كلام الفنانة فاتن حمامة وما يراه المشاهد بعد مشاهدة الفيلم يؤدي او يقلده اذا غراب البيوت ساعات بينشأ من الشاشة طيب ندخل بقى خلاص كده نشوف بقى الدنيا ايه الميكانزمات او قليات تطفيش الزوجة لمرات الابن اللي جاي عالجاهز دي تاخد الراجل في ايه انت عبيطة ده انا المربيا وانا 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 امتى بتبدأ الحرب يا جماعة انا هقول او انا بهد النفوس اقسم بالله الطيب اللي بيحب مراته جدا لو لقيت استدتة قلب عليك الحمى معناها ان ابنها يعني فضلك عليها او فضلك على نفسه او بيحترمك او بيحبك او او الى اخره فاتطمني انت في امان يعني نهدى كده عشان ايه نحل المشاكل طيب استدتة دي بتعمل ايه اول حاجة طيب خلاص كده احنا قلنا لو اعلنتي الاستقلال عن ابنها لو اعلنتي الاستقلال عن ابنها او بابنها عنها انت اعلنتي الحرب عليها وهي هتسترده تاني بطريقتها طيب في واحدة اتصلت بيها تقولي بوزي بيحبيني جدا ومامته بتقوله تجوز علي وهيوافق خلاص هيجوز علي هي الفكرة ان هي ما تنكد عليك انت هتنكد على الراجل الراجل هيروح لمين لمامي هيروح لمامي طبعا مامي مامته يعني هيروح لمامي خلاص هي بقى لا انا هشوف لك حدي تاني ليه كل ما كان بحب امراته لازم توزع مشاعره على اكتر من واحدة لا 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 الست دي ساعتك مش معاها الست دي لا مش بتاعتنا مش زينا ها حاجات من هذا القبيل فتبتدي تسترده بطريقة تانية وتحب تجوزه وتطلقه علشان توزع مشاعره تبقى ايه تبقى توزع بين القبائل يعني فبين القبائل دي اصبح ان ما عندوش مشاعر لهذه الزجب فلو لقيت خناقات زيادة عرفي ان هو بين حبك او حبه ليكي قدام مامته اللي هي ايه عايزة تسترد الحنان بقى بتاع ابنها بعد ما كبرت في السن والكلام ده كله وخلاص خلاص كده طيب ايه تاني من الميكانزمات طيب اول حاجة خلاص كده يبقى كده دي الام واحنا شرحنا فكرتها سيكولوجيا ونفسيا والكلام ده طيب الام دي بتعمليها عشان تسترد ابنها نوضح بقى شغل انا اسفة جدا والله العظيم بس دي الكلمة اللي انا لقياها قدامي يعني بتضحك على ابنها نقول نصابة يعني الام نصابة والزوجة لازم تشتغل بمعلامة مع الام النصابة هي عايزة تسترد ابنها يا جماعة معلش محدش هاجبني يقسم بالله انا مش لقيا كلمة دي دلوقتي خلاص اول حاجة تبتدي تعمله ابتزاز عاطفي دموع زعل ما تكلموش اصل مرتك عملت واحد دين ثلاثة وتبتدي ايه حرام يعني تعيط عشان خاطر تجيب قلب ابنها تاني عندها احنا قلنا الرجل الطيب ما تكلمناش على الرجل القاسي خلاص كده يعني الام بتختار مين اللي تقدر تخليه معاها لسه امتداد ليها معاها قاعد معاها طيب تاني حاجة بعد ما بنقول كده تاني حاجة لابتزاز الديني قلبي وربي غضبانين عليك انت بتفضل مراتك علي انا غضبانة عليك انت بر الوالدين انت مش فاهم انت كده معناها ان انت ربنا مش هيرضى عليك في حياتك ازاي يا جماعة الكلام ده لو لقيت معلش احنا من ناحية الزوج معلش يا جماعة احنا بنكلم الازواج بعد ازم حضرتكم لو لقيت الام بتعمل كده مع حضرتك لازم تعرف حاجة ان انت لازم تقول لها كلمة واحدة بس او جملة واحدة لو سمحت يا امي انا ابنك وهبقى تحت رجلك وتحت جزمتك وتحت يعني يعني بصلة اموري بي ولكن انا مش هطلق مراتي اقسم بالله ما هطلقها وانت امي يعني انا انا برديكي وفي نفس الوقت ده بيتي اللي عايزة حافظ عليها فمعلش بعد ازدك هتبتدي تزعل شوية وتاخد في نفسيتها واي واي بس اوعد حضرتك ان هي في خلال 6 شهور 9 شهور حاجة بكتير قوي هتبتدي تشيل الموضوع من دمخها وتبعد خلص طيب في طرق تانية غير الابتزاز العاطفي والديني اه ممكن لو انتوا قاعدين في بيت واحد او في عمارة واحدة تبتدي تنزلك اكل وانت طبعا استدت طبعا ايه ده هو انت فاكرة نفسك طبعا انت هتقولي في نفسك هو انت فاكرة نفسك هو لسه بتعمليله الاكل يعني معناها هو لسه تحت طوعك او مستقل او مش مستقل او يعني انت لسه هو مش مستقل عنك وانت متدخلة في عشتنا وانت لا خلاص مش عايزة الاكل ما هي عايزة كده هي عايزة كده انك تنكدي على نفسك وتنكدي على الراجل فالرجل يروح لها فانت تعملي ايه بالزكاء بقى نركز كده في الكلام تقومي حضرتك قبل الاكل قبل الهدايا اللي هي تجيبها ده يا تسلم ايدك متشكرة جدا ده احنا ما بنعرفش ناكل الا من ايدك ده انت احسن حد بيعرف يطبخ الاكلة الفلانية انت في نفس الوقت هي طبعا بعتها تنكد عليك وانت ايه لعبيها بمعلامة كده معاها مش اللي هو لا مش واكلة لا دي بتغمنا لا هي متدخلة في حياتنا نهدى شوية الستات تهدى طيب العبي بمعلامة معاها بالراحة طيب هي دلوقتي كمان هي هتبتدي لما تلاقي كمان وبيتقول لها ده انت بتوفريلي وقت عشان هتم بنفسي وهتم ببيتي ومتشكرة على الكل هتبتدي هي تمنع يبقى انت عملت اللي انت عايزة بايه ها ولا ايه طيب تاني حاجة هتلاقيها ممكن تعمليه الزيارات الغير مرتبة الصبح بالليل في اي وقت جاية مش عارف ايه انت بقى طبعا تكونوا خارجين فجأة يا جات الغي الخروجة مهما كانت مهمة اهلا يا ماما منورانا تفضلي استرياحي عاملة ايه انت كويسة قعودي تصنف الخروجة تتعود يبقى بنتعامل بالراحة هي الستة جاة تنكد عليك وتقريبك بس انت بالراحة معاها لازم تشتغلي كده الشغل ايه معقول معاها بشغل في عقلية وزكاء طيب عندنا ايه تاني خلاص كده يبقى انت بترحبي ببعد كده تبتدي انت تتصلي وتحكي لها عن مشاكلك ومشاكل مع صاحباتك ومشاكلك في الشغل ومشاكلك كمان مع جوزك دخليها في كل حاجة انت اللي تدخليها مش تبعديها كمان حاجة من الحاجات برض اللي بنشتغل بيها يعني لازم نفسيا كده مع اللي قدامك احتويها طيب بعد كده بيحصل ايه حضرتك مثلا قولي لابنها ايه روح قعد معند مامتك النهاردة وياكل ويشرب يعني انت سايب اخلها هو ها ديلوا مساحتوا معاها عشان ما تحسش انك خدت منها ابنها ها مها برضو طيب خلاص كده يبقى انت اللي بتشركيها في كل حاجة وحصل يا ماما وباخد رأيك ويا حبيبتي وكذا هتبتدي هتبتدي مع الوقت خمس ست سبع شهور سنة بالكتير هتكون صاحبتك ولو قلبت عليك الحاجات اللي بتقلب عليك فيها هتكون معقولة مش الحاجات اللي هي ممكن تخرب بيوت ولعبي بزكاء كده معاها طيب هي دي كانت زوجة تمام كانت زوجة في يوم الام الزوجي ده فقبل ما تكون زوجة هي امرأة فعارفة كويس اللي كان حصل معاها ما كانت زوجة فبتقرروا معاك ممكن تكون حاماتة عمل معاها او عملت معاها نفس القليات اللي احنا بنحكي فيها انت حاولي تحتويها مش حاولي اللي هو تدخل بقى لا احنا ما بنقولش كده وفي نفس الوقت ها انت معايا يعني العابي كده معايا ايه شعرة معاوية هي شدت انت ارخية هي رخت انت شدي والشدة هنا مش معناها اخناقة لا الشدة بالروحة الرجل اللي في النص ده اللي قلبه طيب معاكم هو اللي هيحتس في الاخر هو اللي هيبقى صاحب المشكلة ومحدش ايه مش فاهم ممكن يتجاوز ويطلق ويتجاوز ويطلق هو مش فاهم ايه اللي بيحصل له الفكرة في امه فهي ما تحسيش او ما تحسيش ان انت ند جاية ايه تستقلي الاستقلال عن ام الزوج بيخليها تعلن الحرب عليكي وهتجوزه هتجوزه او تطلقك او تلففك في المحاكم او تحرمك من العيال هي في دماغي اهو ها فانت قداري ان هي كانت زوجها في يوم وتم معها نفس الكلام ده كله قداري كمان ان انت مع الوقت هتبقي ام وهتبقي حما فكما تدينه تداني انا بس ده اللي عايز اقوله طيب الجواز كحدث عظيم في الحياة في بعض الطرق والتعليمات كده هنقولها بسرعة سريعا سريعا قبل الخطوبة او في فترة الخطوبة او لسه بتتعرفه او هتكتبه الكتاب في بعض الاساسيات لازم تمشوا عليها حضرتك لو من نوع اللي بيحب عادي يعني لو في حد يعني مثلا حد تقدملك وانت بتحب تعيش في بيت عيلة لازم تستحملي لا مش بتحبي والله انا مستقلة معلش بس تأذنك يبقى شقة او كده ان شاء الله شقة ايجر بتحطي اساسيات مش تيجي طب نتعامل ازاي وإحنا في وسط البحر ها لا قبل ما تدخلي البحر لازم ترتبي شقل وحدك للناس اللي بتحب الاستقلال تاني حاجة مهمة جدا في حدود لو انت قاعدة في بيت ليه حدود قاعدة في بيت مع حد بيت عيلة أو بيسموه البيت يعني المشترك ده حضرتك ايه الفكرة عندك انك دلوقتي في مثلا اتفقتوا على اكل وشرب يبقى مشترك اوكي اتفقتوا ان كل واحد اكله لوحده اوكي يبقى لازم اساسيات وقاعدت رجالة ها قاعدت كده الناس بتتفق والحاجات دي كلها اساسيات ما نكسرهاش وما تلاقيش فجأة حاماتك دخلة الاوضة مثلا انت مش عايزها تدخل لا فيه استئذان فيه كذا بتحطي حدود من الاول من الاول مش هتيجي تحطي حدود في وسط الاحداث ده مش هيبقى في صالحك لان هيقولك انت اصلا جتي على كده يعني ايه اللي جاره و ايه اللي تغير فيه حد بقى وزك علينا وما بيتيش حبة عيشتنا للأسف الشديد الناس اللي ببيت عيلة بتعاني كتير الا من رحمة ربي كل وسط ميت عيلة كل وسط ميت عيلة فيه عيلتين محترمين محترمين بمعنى ايه محترمين بمعنى ايه الابن ليه شق الوحده مع امراته خلاص انا مليش دعوة انا ليه شقيته وعايش معي في البيت هو امتداد ليه بس مش ابقى معيه في الحياة والبنت اللي جاية دي زي بنتي برضو احنا بنكلم الحماوات بس يخفه شوية عشان اعتبر اللي جاية دي زي بنتك يعني خلاص فاحنا بنشوف الدنيا الراجل ده مش هيروح بعيد هو عامل مشترك بين الزوج والام بين الزوجة والام اصدقى الراجل ده عامل مشترك بين الزوجة والام اللي اتنين يكسبوه مش واحدة عايزة تنكد عليه عشان تستحوذ عليه تاني اللي هي الام تستحوذ عليه تاني هو راح بمزاجها الواحدة لأ تسترده تاني ده حق في ايه انت جاية في ايه تستقل اللي هو كده ده احنا بنقولها يمكن في اطار شوية هزلي او كوميدي شوية بس الحقيقة أنا وضحت الحقيقة من خلال الهزار طيب أو من خلال الطريقة وإحنا بنتكلم بشكل فيه يعني شكل مضحك شوي طيب الموضوع الثاني اللي هنقشه في إسأل مع دكتور نورة عندنا الأم نصيح الأم اللي تودي في دهية ونصيح الإخوات ونصيح الأب ونصيح ونصيح بشكل مبدأي يا بنات الناس اللي دخل على جواز والناس اللي اتجوزت من فضلكم اللي معلش أنا بعتذر يعني مش معنى أن حضرتك لبستي هنقولي الحياة لبستي شوز تمام؟ لبستي شوز هتيجي تختبري أو تسألي رأي الناس في الشوز اللي هي مقاسك أصلاً فمتسمعيش؟ ما تسمعش لنصيح تخرب البيوت وتود المحاكم جوزك معرفش إيه ويكون راجل كويس خلي بالكو أنا بتكلم عن رجالة كويسة اللي هي في حياة ستات يعني ستات بتسمع لأهلها الأم والأخ والأب والأخت والكلام ده كله لأ الراجل كويس أثر في حاجة بس هو التسعين في المية حاجة كويسة والعشر في المية أثر فيها خلاص ده ما يبقاش حكم مطلق عليه لأهلها ده راجل كذا وكذا مش مطلق أبداً مش مطلق طيب حضراتكم يعني بالنسبة للستات اللي بتسمع نصايح الصديقات الأعزاء وبتسمع لمامتها وأنا رأيي إن ده ماينفعكيش وأنا رأييه نفسي فكرة الحما هي فكرة الأم في بعض الأمور وبعض البيوت اللي بتخرب بيت بناتها أو ولادها الأم عايزة تسترد البنت تاني إيه إيه اللي جاوزها أصلاً دي إيه طب جايبة حفيدة أو حفيد حلو يجوا لتنين خلاص يا بنت اتطلق فيه أمهات أقسم بالله كده فيه أمهات كده جايلي بقى بإيه بحاجة حلوة يعني جايب بحفيد كمان يا سلام لسه بقى زوج وهياخدها مني فيه أمهات كده والله العظيم فيه أمهات كده خلاص؟ وفيه أبهات كده فيه أب ما يحبش بنته هو إدها الحنان والاطمئنان والأمان وإدها كل حاجة يجي واحد هيبقى ندي ليه طول الوقت ها فيه إيه؟ أنت بتعملها كده ليه؟ عارفيني الفكرة؟ ففيه واخده عدوه طول الوقت فالأبهات طبعاً إحنا بنتكلم على النمازج اللي هي مش سوية قوي اللي هي يعني مش هنقول سوية هنقول شوية ليها سلوك غريب شوية أنه عايز البنت دي باللي جابته يعني إحنا إحنا دلوقتي معلش يا جماعة معلش معنا اتصالوا وقفلوا تمام إحنا دلوقتي بنتكلم في جزئية ياريت البنات ما تسمعش الكلام بتاع أهليها لو هتضمر بيتها سمعتي مرة واثنين وكل ما دا الدنيا تولع نار إيه دي إيه دي لأ دي حياتك وده بيتك ومحدش هينفعك وحافظي على بيتك خلاص إحنا بنتكلم البنات حافظي على بيتك حافظي على زوجك لو كويس لو مش كويس أنا مش هقول حاجة فيه طرق تانية للتعامل طيب أنا هاخد بسرعة كم سؤال كده عشان أنا تسألت الأسئلة دي آه دلوقتي الفقرة صحتناك معلومة معلش أنا كده خلصت الجزئية دي بتاعة يعني أو حلقتنا النهاردة خلصت الفقرتين بس فيه أسئلة هننقشها ونغطيها في الحلقة فيه ناس عايزين يسألوا تخلص من السمنة إزاي نتخلص من السمنة وفيه ناس عندها نفس المشكلة بس عن نحافة يبقى نتخلص من السمنة والنحافة وفيه ناس إزاي أو الجهاز المناعي وفيه ناس عندها مشاكل في الأرداف والكلام ده إزاي نقل الأوزان أو نقلل السمنة في هذا المكان فيه سؤال تاني طبع أسأل مع دكتور نورة جوزي ابن أمه أتصرف إزاي معاه وفيه طبعا السؤال التاني جوزي بخيل إزاي أتصرف معاه إن شاء الله هنغطي الكلام ده في الحلقات القادمة من برنامجكم صباح الحياة والسلام عليكم شكرا